بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر اهلا وسهلا بحضراتكم السؤال طبعا كل يوم بتورد علي بس يعني على ما نفضه بنجاوب عليه السؤال هو هو ايه الفرق بين البزور ال F1 او الهجين فردي واحد تمام والبزور العادية اه في الحقيقة الفرق جامد يا جماعة والفرق كبير جدا ما بين ال F1 اه والبزور العادية ال F1 ده اه شركات اخدته وابتدت تهجينه اه تعمل الهجين بتاعه الهجين ده هو بيتم طبعا بطريقة مالك دعوة بيها ده بيبقى فيه ناس بيعملوا له بريدنج او تربية اه شركات كبيرة طبعا ميزانياتها اه تكاد تكون اعلى من ميزانيات الدول نفسها اه طبعا فيه ميزانيات الشركات دي اعلى من ميزانيات الدول تمام وبيبقى عندهن بنك بزور يا جماعة تمام والي بتبدأ تاخد كل بلد على حدة كده وبتشوف الاصناف اللي بتنسبها تمام اه ومن على رأس الشركات ده هي شركة زي ريكزوان زي سانجينتا زي سيمينز اه زي مثلا شركة سكاتة اليابانية زي انزازاد وغيرها كتير يعني ولكن دول من اشهر الشركات اللي تقريبا يعني اه بتلاقي البزور بتاعتهم منتشرة في السوق وبكسرة يعني طيب هو الفرق بينهم يا جماعة هما الجماعة المربيين دول بياخدوا في اعتبارهم انا عايز انتج مثلا صنف طماطم تمام صنف طماطم ده هوت بيكون اه المقاومة بتاعته للامراض طبعا في الاف وان بتكون عالية جدا اه فيه اصناف المقاومة بتاعتها ليه الامراض زي مقاومة للفيروسات مثلا زي الصنف مثلا زي اه سوبر جاكال مثلا ده كان صنف رقم واحد مضاد للفيروسات يعني تزرع اللي يخريحه وتصاب السوبر جاكال ليمكن تصاب تلاقي مثلا الصنف اللون بتاعه بالنسبة للون بتاعه تلاقيه اللون بتاعه طبعا بالت زي مصر بتحب الالوان الحمرة تمام في الطماطم بتحب السمار بتاعت الطماطم تكون حمرة جامعة غير الخليج اللي بيسوقها خضرة او خمستاشر في المية اه نسبة التلوين بتاعتها او عشرين في المية زي ما يكون ولكن مصر مثلا عايز اللون كويس يكون احمر اللون الاصفر الفاتح ده ما ينفعش في مصر هو بحط فيه الصفة اللون او الجين بتاع اللون ده بيكون لونه احمر غامل بالنسبة لي الوزن او حجم الصمرة اه بيحط هو فيه الجين بتاع ده في الاف وان طبعا الهاجين الفردي بيحط الحجم بتاع الصمرة هيكون شكلها ايه اه كبيرة متوسطة اه صغيرة صمرة بلاحية صمرة كروية الحاجات اللي احنا بنشوفها دي كل دي صفات محطوطة في الاف وان يا جماعة تمام بالنسبة لي التحمل الصنف للحرارة بتزرع مثلا 023 في مصر بتلاقيه متحمل حرارة اه قد يكون الالف سبعة وسبعين اه برضو اه بتاع تكنو جرين اتلاقيه متحمل حرارة تمام تزرع اصناف تانية لا يمكن طبعا تتحمل حرارة اصناف بتتزرع في اول شهر اثنين مثلا بداية من شهر اثنين بداية في الربيع اه تمام اه في اصناف بتتحمل حرارة في الصيف في اصناف بتتحمل حتى اصناف الخيار نفسها جماعة في اصناف نفس في الخيار مثلا بتتحمل الحرارة اه في اصناف ما بتتحملش الحرارة في اصناف ربيعي في اصناف خريفي في اصناف على الاربع سيزون بتوع السنة مطلعين اصناف إذن في القصة مش تهريج يعني ولا عملية سايبة كده إن أنا لأ العملية محسوبة فعلا والإفوان لا بيفرق عن التاني بكتير تمام التزهير ومستوى الحمل اللي شايله النبات قد إيه ماشي الكلاستر في أربع صمرات في خمس صمرات وهكذا زي ما قلنا أحجام الصمر دي هتكون فيها شكلها إيه تمام تحمل تحمل الصمر ده هي النمو الخضري بتاع الصن في نفسه هيبقى شكله إيه؟ النمو الخضري بتاع الصن في هيبقى شكله إيه؟ فيه نمو خضري مثلا بتلاقيه كسيف وتلاقيه في الصيف مغطي الصمر بتاعته الورق مغطي الصمر مثلا بتاعته الطماطم تمام وبالتالي لما ييجي حرارة مثلا ما بيلاقيش اللطعة الشمس اللي احنا بنشوف فدية أو الصمر مسلوقة دي حاجة هم بياخدوها في الحسبان تمام صنف مثلا تلاقيه مثلا في الفلفل درجة الحرافة فيه أو الحرق أو زيادة عن اللازم بيصنف يعني فيه نص حروقية في صنف بتلاقيه حلو خالص دي حاجات يا جماعة المربي حطيتها فيها تعالوا على البطيخ مثلا هتلاقي بطيخ سيدلس يعني ما فيهوش بزور خالص فيه بطيخ تلاقي فيه بزور فيه بطيخ كرو فيه بطيخ طويل فيه بطيخ من جوه أصفر تمام البطيخ الوطر ميلون اللي احنا سميه البطيخ في مصر جماعة سموه الرجي بسموه مش عارف شفت حاجات كده المهمة عندنا في مصر بسموه البطيخ تلاقي فيه بطيخ طويل فيه بطيخ كروي وهكذا الفترة بتاعة عمر النبات للتزهير فيه أصناف مبكرة في جميع الأصناف إن كان خيار ولا كان بطيخ ولا كان تلوب ولا كان تماطم فيه أصناف مبكرة أو فيه أصناف بتقعد فترة كبيرة حتى البطاطس نفسها فيها الكلام ده تمام فدي الفرق ما بين الهجيم فردي والبزور العادية تمام ده الفرق بينهم باختصار جدا اللي بيعمل القصة دية المربي بناء على زمان لما درسنا في العلوم كان فيه واحد بيشتغل في الورص كنا ندرس اسمه مندل حد فكره لا حد فكره يعني كنا ندرسوه في العلوم زمان في العددية اسمه مندل هو اللي أسس العلم بتاع الوراصة ده هو وإن هو إزاي يضرب سلالة في سلالة ويضرب يعني كان بياخد صفات مرغوبة من الصنف ده وياخد صفات مرغوبة من الصنف ده وفي الآخر بيطلع الصنف هيكون ظروفه قد كذا يعني وهكذا دي كلها جينات ورصية ودي طبعا بتشتغلها شركات وبتبقى فيه تمام سرية يعني أصدار حربية يا جماعة على فكر الشركات اللي بتشتغل في الحاجات دي مش سايبين هكده وبيبقى عندهم يعني آلاف الأصناف اللي مخزانة عندهم في البنوك بتاعت الهجن اللي هم شغالين عليها وللأسف الشركات دي بتحتكرها آآ مافيا يعني بتتحكم في بتتحكم في مصير العالم بالنسبة لي آآ قصة الهاجين يعني بس فده الفرق ما بين الهاجين فردي وبين الأصناف العادية الأصناف اللي انت هتزرحها العادية بقى هتلاقي فيها آآ كل الأصناف زي ما زرحت وهتاخد من الأم بتاعته تمام هتاخد من الأم بتاعته آآ زمان أهلين الطيبين كانوا ياخدوا 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 مسلا طبعا مش كل الحاجات آآ بتخضع للحاجات دي ولكن هتكلم على الخضر بشكل عام يا جماعة بيخضع أول القصة دي بس حاجة زي الكمون مثلا احنا بنخدم البذور بتاعت السنة اللي فاتت بنزرحها السنة دي حاجة زي الأمح برضو بناخدها بس ما بتزودش يعني سنة اللي فاتت بنزرحها السنة دي عادي ما فيش أي آآ مشكلة فيها ولكن المشكلة في ايه في الهجم اللي هو آآ بتاع الخضر ان كان طماطم ولا فلفل ولا خيار آآ ولا آآ بطيخ ولا الحاجات دي كلها هي دي اللي فيها المشاكل لان زي ما بيقولت هم بحفظة فيها زينات تحمل الحرارة ولا مقاومتها للفيروسات ولا اللون ولا الوزن ولا الحجم ولا مستوى التزهير ولا النموء الخضري وهكذا آآ دي بس نبزة بسيطة عن الفرق بين الاتنين آآ وان شاء الله بإذن الله تعالى نتكلم في الفيديو اللي جاي عن هل ينفع ان انا ازرع ده مكان ده يعني ازرع الهاجين فربي آآ واخد منه السنة الجاية ما اعتقدش طبعا ما ينفعش او لو نفع هيبقى له مشاكل اللي احنا هنتكلم فيها في الفيديو جاي ان شاء الله شكرا لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته